انحرفت طائرة تقل 78 راكباً عن المدرج قبيل إقلاعها من مطار السنغال الرئيسي في ساعة مبكرة من يوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً وتسبب في إغلاق المطار. وقال مطار بليز دياني إن تحقيقاً يجري لتحديد سبب الحادث بينما كانت طائرة من طراز بوينغ 737-300 المملوكة لشركة ترانس إير وتشغلها الخطوط الجوية السنغالية تستعد للإقلاع متوجهة إلى بماكو عاصمة جمهورية مالي وكبرى مدنها. وأظهر مقطع فيديو جرى تصويره ليلاً، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار ترانس إير التي مقرها السنغال تقف على العشب وجناحها مغطى بالرغوة التي تستخدم في إخماد الحرائق. وقال المطار في بيانه إنه فعل بروتوكولات طوارئ لإجلاء الركاب، وأضاف المطار مغلق حالياً، ومن المتوقع إعادة فتح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة. ترجمة نانسي قنقر